السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين نحن في ليلة السبت ليلة الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة المحرم لسنة اثناثين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة نبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع من الشهر الثامن لسنة احدى وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام ووصلنا إلى الآية الحادية والسبعين من سورة الأنعام ومع الجزء السابع من هذه السورة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أي قل للمشركين قل لهؤلاء الصاد دين الناد دين عن عبادة الله تبارك وتعالى قل لهؤلاء الذين يعبدون الأصنام الذين يعبدون ما لا ينفع ولا يضر قل لهؤلاء قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا الاستفهام أندعو استفهام نفي أي لن ندعو وتوبيخ وتأييس يعني لن نفعل ذلك وقال أندعو ولم يقل أدعو ليشرك معه المؤمنين لأنهم يريدون أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله ويريدون أن يترك المؤمنون كذلك عبادة الله كما قال الله تبارك وتعالى عنهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لا يمكن أن أعبد ما تعبد وهناك ذلك ذكر الدعاء وهناك ذكر العبادة والدعاء هو العبادة فلما ذكر الدعاء لا يقصد الدعاء وحده وإنما يقصد الدعاء كمثال وإلا كل العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى قل أندعو من دون الله أي غير الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي لا ينفعنا إن طلبنا منه ولا يضرنا إن تركنا ليس بيده نفع ولا ضر هذه الأصنام بشتى صورها وأشكالها شمسا قمرا حجرا شجرا حيوانا آدميا ملكا اللي كن أي شيء يدعى من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا ومن عجيب ذلك ما وقع لإبراهيمة خليل الله عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت يعني مشهورة عندهم وأبوا ذلك وقام بتكسير تلك الأصنام وتحطيمها هل انتصرت لأنفسها فضل عن تنصر غيرها لا وإذا ما جاءت جاء أمر غريب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم فهي لا تنتصر لنفسها فكيف تنصر غيرها هم يصنعونها هم يحمونها هم يدافعون عنها فما فائدة عبادتها إذا إلا خلل و ذهاب تام للعقل البشري يعطيهم الله العقل الذي به والقدرة والذي به يصنعون هذه الأصنام ثم يتركون عبادة من خلقهم فيعبدون ما صنعوا يعبدون ما هو أسفل منهم هم يعني أرقى المخلوقات بعد الملائكة أرقى المخلوقات الأرضية الإنسان فيأبى إلا أن يعبد ما هو دونه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء أولئك وذهاب عقولهم وكيف أن الشياطين استهوتهم أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فيها أن النافع الضر هو الله بيده النفع بيده الضر سبحانه وتعالى وقد مر بنا وإن يمسسك الله بخير فأراد ذلك سبحانه وتعالى أبدا فالله بيده الخير وبيده الضر سبحانه النفع والضر بيده سبحانه وتعالى الخير والشر بيده سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا هو سبحانه وتعالى ثم يترك ويعبد غيره جل وعلا هذا فيها يعني هذه الآية فيها الكلام أنه أين عقولكم أين يذهب بكم قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله الرد على العقب هو ما يسمى بالقهقرة والرد على العقب غالبا يطلق ومراد به الخسارة وهو مثل الإحجام بعد الإقدام سأن يقدم على الشيء ثم يحجم هذا رد على عقب البخل بعد العطاء رد على عقب الجبن بعد الشجاعة رد على عقب فالرد على العقب هو من محمدة إلى مذمة هذا الأصل فيها هذا الرد على العقب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى لأصحابه أن لا يردهم على عقابهم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم فذكر أن الرد على العقب هنا الرجوع إلى الشرك بعد أن هداهم الله للإيمان فعقب الشيء آخره ومنها عقب القدم العقاب مؤخرة القدم فعقب الشيء ما يأتي بعده وإذا قال الله والعاقبة للمتقين أي ما يأتي ما يأخذونه في آخر المطاف وهي الجنة عاقبة الشيء آخر الشيء ومنها العقوبة لأنها يأتي بعد الدم فكل شيء يأتي بعد فهو العقب فهنا الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله أي نترك الخير الذي وجدناه بالإسلام واتباع هذا الدين العظيم ثم نرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله بعد أن بينا الله تبارك وتدنا الطريق الصواب والحق بعد إذ هدان الله ثم قال سبحانه وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا هذا مثال الآن يمثل الذين دخلوا في الدين ثم يراد أن يردوا على أعقابهم يقول هذا بالضبط يشبه الذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا استهوته وفيها قراءتان استهوته واستواه استهواه استهوته أو استهواه الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران استهوى السين والتاء هنا للطلب مثل استعلم استطعم استقوى السين والتاء للطلب استهوته أي طلبت إهواءه وهنا استهوته من الهوى أو من الهوي يعني طلبت أن يتبع الهوى أو طلبت أن يهوي على وجهه من الهوي وكالأمرين وارد لأن من اتبع هواه فقد ضل من اتبع هواه فقد ضل فرأيت من اتخذ إلهه هواه واتباع الهوى دائما ضلال وأما الحديث المشهور عند الناس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فهذا في الإنسان الذي يغلب هواه في الإنسان الذي يغلب هواه حتى لا يأمره إلا بخير مع أن الحديث ضعيف لا يثبت لكن القصد أن حتى لو ثبت هذا الحديث فإن المقصود أن يغلب هواه فلا يأمره إلا بخير كما في الحديث المشهور أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها أجاءك شيطانك قالت أولي شيطان قال لكل إنسان الشيطان كل إنسان معه شيطان ولمسمى القريب قال لكل إنسان شيطان قالت حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ونختلف أهل العلم في معنى أسلم أن الله أعانني عليه فأسلم منه أو أن الله أعانني عليه فأسلم أي دخل في الإسلام هذا الشيطان والأول أقرب والعلم عند الله جل وعلا لكن الشاهد من هذا أن الهوى الأصل فيه الضيعة اتباع الهوى الضيعة فاستهوته الشياطين أي ضيعته ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو التهوي به الريح في مكان سحيق فالهوي السقوط وهنا يقول الله تبارك وتعالى كالذي استهوته أي ألقت به الشياطين في مكان سحيق أبعدته عن الخير كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران يعني لا يدري أين يتجه كيف إنسان في مفازة أي في البرية والنجم ما يدري أين يذهب حيران يأخذ طريق الشمال أو الجنوب الغرب أو الشرق لا يدري يمين شمال أمام خلف لا يدري حيران هذا كذلك استهوته الشياطين حيران طيب لماذا هذا حيران لأنه له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا تعال عندنا الهدى لكن هؤلاء الأصحاب صنفان صنف ضال مضل يقول الهدى عندنا وصنف صالح تقي يقول الهدى عندنا وهو لا يستطيع أن يتخذ القرار مع هؤلاء أو مع أولئك وهنا تأتي خطورة اختيار الصديق اختيار الصديق هنا تأتي خطورته من هو الصديق الصادق من الصديق الذي أنجو معه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله لأنه يسحبه وقال الصاحب سحب يسحب الذي معه وهذا له أصحاب يدعونه هل يقول تعال معنا الهدى وثاني يقول تعال معنا الهدى حتى الضال للمضل يقول تعال عندي الهدى تعال عندنا الطريق الصحيح عندنا الطريق السليم حتى إن أحدهم يقول لآخر وهو ممن يقول بوحدة الوجود ويعني كلام خطير جدا أن كل شيء الله وأنه الله يحل في الموجودات وغير ذلك من الأمور فينصحه أحدهم يقول دع هذا الأمر فيقول اتبعني أهدك صراطا سويا أهدك يقول صراطا سويا وهو صراط سويا الكفر الذي يدعو إليه لكن يسميه صراطا سويا وهنا كذلك له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا تعال عندنا الهدى عندنا الهدى فهو له أصحاب صالحون يقول تعال معنا الهدى وأصحاب طالحون ضالون مضلون تعال عندنا الهدى فهو حيران لا يدري أين يذهب يقول الله تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا كل فريق يقول له تعالى عندنا الهدى حسم الله تبارك وتعالى هذا الأمر فقال قل إن هدى الله هو الهدى شوف اللي يدعوك إلى الله هو الصادق لأن هدى الله هو الهدى دع عنك الشياطين دع عنك رفقاء شوف من يدعوك إلى الله هذا هو الهدى لماذا؟ قال لأن الله هو صانعك هو خالقك وصاحب الصنعة أعلم بها صاحب الصنعة أعلم بها بما تحتاج إليه ما يصلحها ما ينفعها الذي صنعها هو أعلم بها حتى الحين في حياتنا اليومية الحين سيارة غسالة ثلاجة كمبيوتر أي شيء أي شيء من هذا الأشيء تقول شوف مصدرها وين الكتالوجي اللي معاها الكتاب الذي معاها ليش لا هذا ألم الذي صنعوها هم أعلموا بها فكيف بما خلق الله تبارك وتعالى لا شك أنه أعلم سبحانه وتعالى الله عن المثل جل وعلا فالله جل وعلا يقول لهم الهدى هدى الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من لها قل إن الهدى هدى الله هذا الهدى الحقيقي هدى الله سبحانه وتعالى وهنا كذلك يقول إن الهدى الله هو الهدى أي الهدى الحقيقي الهدى الصح هدى الله سبحانه وتعالى ثم قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى ومرنا أمرنا الله لنسلم لرب العالمين ولم يقل لنسلم لله وإنما نبه على الربوبية أسلم لمن خلقك لمن صنعك لمن بيده حياتك وموتك لمن بيده نفعك وضرك يذكرنا بالربوبية بأنه الرب الخالق البارئ المصور المعطي المانع المحي المميت النافع الضار تذكر هذا الذي يعرفك هذا الذي أعطاك هذا الذي خلقك هذا الذي صورك سبحانه وتعالى لنسلم والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة أي وأمرنا أيضا أن نقيم الصلاة وأن أقيم الصلاة واتقوه وأمرنا بالتقيم ثلاثة أوامر هنا ثلاثة أوامر الأمر الأول الاستسلام أن نسلم لرب العالمين الأمر الثاني إقامة الصلاة الأمر الثالث التقوى ثلاثة أوامر أمرنا الله تبارك وتعالى بها أمرنا لنسلم لرب العالمين أمرنا أن نقيم الصلاة أمرنا أن نتق الله جل وعلا وخص الصلاة بالذكر هنا لأهميتها خصها لأهميتها فهي أهم أركال الإسلام بعد الشهادتين وأكثرها تلازم مع الإنسان وأكثرها تأثيرا في الإنسان الحج مرة واحدة في العمر وأيضا على المستطيع وقد يموت المسلم مسلم لا أقول المسلم قد يموت المسلم ولم يحج لأنه لم يستطع لم يتمكن من الحج الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء مرة واحدة في السنة ولا تجب على كل المسلمين وإنها تجب على من كان عنده فائضا وبلغ النصاب الصيام شهر واحد بالسنة وأيضا على المستطيع أما الصلاة فلا تسقط أبدا طالما أن عقل الإنسان ما يحيق الأهل العلم طالما أن عقله معه لا تسقط الصلاة على دور ثم هو يصلي في كل يوم وفي كل يوم خمس مرات صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي رواية عند النسائف فمستلقيا يعني ما تسقط الصلاة إن الصلاة تأمر بالفحشاء إن الله تنهى على الفحشاء والمنكر فالصلاة ملازمة للإنسان تصحح مساره دائما في ذاك ذكرت هنا لأهميتها وعظم تأثيرها وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه أي اتقوا الله ثم اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا شيئا يقيكم عذاب الله تبارك وتعالى ثم قال وهو الذي إليه تحشرون انتبهوا الله هو الذي إليه تحشرون ولم يقل تحشرون إليه إليه تحشرون للحصر أي لا تحشرون إلى غيره لا تحشرون إلا له سبحانه وتعالى والحشر المقصود به يوم القيامة الحشر هو يوم القيامة تحشرون إيا الله تبارك وتعالى إذا قال بعدها مباشرة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون اللي هو يوم القيامة يوم القيامة أي واتق الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالحق قال الحق المراد به هنا كلمة الحق أي كن فيكون كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن هذا هو الحق كلام الله الحق سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق دائما تذكر السماوات بالجمع أو غالبا والأرض تذكر بالمفرد بالجنس جنس الأرض وإلا فالسماوات سبع والأراضين سبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم الشبرا من الأرض طويقه يوم القام من سبعة أراضين إلى الأراضون سبع كما أن السماوات سبع لكن في القرآن الكريم تذكر السماوات بالجمع والأرض بالمفرد بالجنس جنس الأرض وإلا هي في سبعة أراضين كما أن السماوات سبع سماوات والفرق بين السماوات والأراضين أن السماوات يقينا أن كل سماء فيها أهلون فيها سكان يسكنها بينما الأرض لم يذكر هذا أبدا وإنما ذكرت الأرض الأولى التي نعيش نحن عليها لم تذكر الثانية والثالث والرابعة الخامس والثالث والساهل ليعيش فيها أحدا لم يذكر هذا شيء من هذا أبدا أما السواد فذكر والملائكة يقطنون هذه السماوات فعندما يأمر الله بالأمر جبريل في من السماء إلى السماء السادس ويخبرهم إلى السماء الخامس ويخبرهم وهكذا والنبي لما عرج به صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم ثم رأى في السماء الثانية يحيى وعيسى ثم رأى في السماء الثالثة يوسف ثم رأى في السماء الرابعة هارون في السماء الخامسة موسى ثم في السماء الرابع إدريس ثم في الخامسة هارون ثم في السادسة موسى ثم في سابع إبراهيم إذن كل سماء فيلها أهلون يسكنونها الله جل وعلا يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بكلبة الحق التي هي كن ويوم يقول كن فيكون واذكر يوم يكون كن فيكون وهو يوم القيامة كن يوم القيامة الذي لا يعلمه إلا الله يوم ينفخ في الصور يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القخار سبحانه وتعالى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق أي قول الله تبارك وتعالى هو الحق هو الحق لما يقول كن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى لماذا قال قوله الحق لأن قول غيره فيه الباطل أما قوله كله حق سبحانه وتعالى كله حق أما غيره ففيه الحق وفيه الباطل ومن كان معصوما كالملائكة أو النبيين فبعصمة الله لهم فأيضا راجع الأمر إليه سبحانه وتعالى أما غيره وغير من عصم فكلامه فيه الحق وفيه الباطل قال قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور له الملك وحده سبحانه قدمها له الملك لاختصاص أي زي سأل غيره له وحده سبحانه وتعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور أي يذكر ذلك اليوم ينفخ في الصور وهي يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقن صاحب القرن القرنة ينتظر الأمر يقول عين إلى السماء وعين إلى القرن وإسرافين ينتظر متى يأمره الله بالنف في الصور والنفخ نفختان كما هو مشهور وقيل ثلاث نفخات على خلاف بين أهل العلم نفخ أن ينفخ النفخة الأولى فيهلك جميع من في الأرض ثم النفخة الثانية فيحيي جميع من سيحاسب في ذلك اليوم يقول يوم ينفخ في الصور قال عالم الغيب والشهالة فهذا اليوم له الملك يوم ينفخ في الصور حيث لا يتكلم أحد له الملك وحده سبحانه وتعالى فغيره من باب أولى هذا اليوم الذي يجتمع فيه الخلاق كلهم له وحده الملك ففي غير هذا اليوم من باب أولى أن له سبحانه وتعالى قال عالم الغيب والشهادة أي الله عالم الغيب وعالم الشهادة الغيب ما غاب عنك سواء ما كان غيبا مطلقا أو غيبا جزئيا يعني الغيب الجزئي يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك يطلع عليه غيرك مثل الآن البيوتات التي حول المسجد الآن لا ندري ما يحدث فيها لكن أهل البيوتات يدرون فبالنسبة لهم شهادة وبالنسبة لنا غيب الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد الله تبارك الله يعلم هذا وهذا سبحانه وتعالى يعلم الغيب الجزئي ويعلم الغيب المطلق يعلم الشهادة كما يعلم الغيب لا فرق عند الله تبارك وهو بين الغيب والشهادة لأن كل شيء بالنسبة لله شهادة لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالغيب والشهادة عند الله سواء عندنا لا الغيب غير الشهادة الشهادة ما نشاهده والغيب ما غاب عنه لا نعلم عنه شيئا الله جل وعلا يقول أنا عالم الغيب وأنا عالم الشهادة والغيب والشهادة عندي سواء لا فرق قال وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الحكيم جل وعلا في الحكم لا رد لحكمه سبحانه وتعالى ولا معقب له سبحانه وتعالى الحكيم في إحكامه لخلقه إتقان لخلقه الحكيم هو الحاكم الذي يرجع إليه ويتحاكم إلى إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى الخبير العالم ببواطن الأمور الخبير والذي يعلم بواطن الأمور العليم الذي يعلم ظاهر الأمور الخبير الذي يعلم بواطن الأمور فهذا لله وحده سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة هذه الأمور شوف الأسئلة في وقت يقول هل ممكن أن يقرأ شخص في المرحلة الثانوية كتاب الداء والدواء أو زاد المعد لا مانع لا مانع كتابان طيبان مباركان وإن كان الزاد يؤخره شوي قليلا لأن فيه تفصيلات ودقاء أمور إلا إذا كان طالب علم منشأة شيئة علمية من الصغر فلا بس إن شاء الله تعالى لكن الزاد شوي أعمق من الداء والدواء يقول سؤال من اليمن الصلاة في المسجد مع الظلام الشديد ووجود الثعابين السامة والعناكب السامة في الطريق من البيت إلى المسجد هل ممكن بذلك تصلي في البيت نعم أكيد لا تصلي في البيت هنا لأن المقصود بالصلاة المسجد أن يجتمع الناس وأن ينتفعوا أما إذا كان المسجد مظلما واحتمال وجود العقارب أو الحيات أو غير ذلك لا الصلاة في البيت نعم يقول ما حكم لعبة الجوكر حيث إنه تضم أكثر من لعبة منها الجنجفة اللي هي الورق ويكون اللعبة عن طريق لعبة صوتية أو عادية وإذا كانت صوتية كون رجال ونساء مع بعض يجعلون لهم طاولة ومقاعد لأربعة أشخاص ويكون صوت المرأة والرجل واضحا وتبادل سنابات وارقام الهوات مع بعض من غير السوال والضحكات المسموعة أنا لا أعرف ولكن على اللي يظهر هي لعبة عن طريق النت بين رجال ونساء وفيها غشمرة وضحك سوالف هكذا لا لا تجوز قطعا لا تجوز لا تجوز للرجل أن يلعب مع النساء هذه اللعبة ولا النساء مع الرجال في هذه اللعبة أبدا لا يجوز أن هذا مدعاة للخضوع بالقول مدعاة لفتنة التدخل الشيطان وكذا كله لا يجوز قطعا يقول أنا طالب مبتعت في بريطانيا بطبيعة الحال عندي حساب في بنك وكل شهر البنك يعطيني أرباحا مبالغ بسيطة جدا سؤالي هل يجوز يتصرف بهذا المال أم أنه حرم أنا ما أدري هناك هل يوجد بنك إسلامي أو لا إذا يوجد بنك إسلامي تضع مالك في البنك الإسلامي إذا لا يوجد بنك إسلامي ممكن المال تسحبه من البنك وتجعله في الأمانات بحيث أن لا يتعاملون به بالربا إذا كان هذا ممكنا أن المال لا يتداول وإنما يجعل أمانة في البنك تأخذ منه متما طلبت بحيث أن لا يتداول وظن هذا ممكن من عند تخصص بالبنوك يعني يفهم هلومور هذه ما في أحد طيب أنا سمعت أن في البنك ممكن تجعل مالك أمانة صندوق أمانات تجعله في البنك وتأخذ منه كل ما شئت بحيث أن لا يتعاملون به لا تأخذ أرباح ولا يستفيدون من مالك ولا شيء صندوق أمانات يكون في البنك طيب فإذا كان كذلك هكذا يجب أن يوضع المال أما إذا كان لا يوجد وإما أن تأخذوا في بيتك وإما أن تتركه عندهم ما في باس لأنه لا يوجد بديل وهنا لا تأخذ هذه الأرباح وإذا قالوا لا لابد أن تأخذ أخذها واجعلها في مصارف عامة على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة يعني نفع عام للمسلمين الله المستعب عندما يكتب لفظ الجلالة بحروف غير العربية هل نقدسها كما نقدسها أي لا نرميها مع سائر القمامة وإنما نحرقها أو لا نعتقل نقصد الله مثلا أو عبد الله نعم إذا كتبت الله باللغة الإنجليزية مثلا نعم هذا لفظ جلالة لكن إذا كنت مثلا مثلا لا هذا ليس لفظ أو شنوب الإيراني خدا خدا أدل خدا مثلا هذا ليس من اسمه الله قد ليس من اسمه الله تبارك وتعالي بعد من عد فرنسي ألماني هندي يلا عطونا وين الثقافات ما فيه طيب المهم إذا اسم من أسماء الله حتى لو مكتب الإنجليزي الرحمن مثلا أو العزيز هذا من أسماء الله تبارك وتعالى نعم هل يسمع الميت في قبره من يخاطبه و هو لقت عنده كأيام الله هذه أمور غيبية لا تبحث فيها ما راح توصل لنتيجة هناك من أهل العلم بنى على أحد الضعيفة أن الأموات يتزاورون أو أنهم يسمعون من يأتيهم و يشعرون به لكن كلها أحد الضعيفة ما ورد في هذا شيء وهذه أمور غيبية عالم آخر عالم البرزخ عالم آخر فلا داعي للخوض في هذه الأمور زي ادعوا لهم هذا الذي ينفعهم ادعوا لهم أن الله يثبتهم أن الله يحفظهم أن الله تبارك وتعالى يكفر عن شيئاتهم أن الله يرفع درجاتهم و غير ذلك من الأمور هل عذاب القبر دائم إلى يوم البعث أم الصدق والعمل الصالح علمية تجعله نعيما أولا لا بد أن نعلم أن القبر ليس عذابا فقط عذاب و نعيم روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران لا تتذكروا دائما عذاب القبر عذاب القبر في نعيم القبر لا تنسوا نعيم القبر وأحسنوا الظن بأهاليكم و أقربائكم و أصدقائكم أنهم إن شاء الله في نعيم و ليسوا في عذاب هذا الأمر الأول الأمر الثاني نعم ينفعه إن شاء الله تعالى هذه الصدقات و الدعوات التي تدعوها له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علمين يمتفعوا بها أو ولد صالح يدعو له نعم ينفعه هذا الأمر صلى الله عليه وسلم أن يغفر لأموتنا و ليحيائنا يقال من أهل العلم الذنب يذهب النعمة فتب من الذنب الذي أذهب بها و يقال إن النعمة التي ذهبت لا تعود هل كلام السابق صحيح و هل ترجع النعمة بالتوبة و كيف أعرف الذنب هذا اجتهاد من بعض أهل العلم أن الذنب يذهب النعمة لكن نعم صحيح ممكن إنسان إذا أذنب يعني أذهب الله النعمة عنه و لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لكفرنا عن سيئاتهم فهذه تكفير السيئات أو لفتحنا عليهم أبواب السماء هذه كلها النعم هذه مع التوبة و الاستغفار و رجوع إلى الله تبارك وتعالى و العكس صحيح إنه إذا إنسان كفر بنعم الله تبارك وتعالى أمسكها الله تبارك وتعالى عنه و الله المستعب هل التوكل هو ظني وتفكيري باعتقادي أن الله سينجز لي هذا الأمر أم أن هناك شيء ناقص كيف أعرف أني متوكل الآن لأن قلبي يختلف عن قولي ربما هو طويل هذا عندما أتوكل على الله أعلم أنه قادر و متأكد أنه يستطيع سبحانه لكن هنا تقل ثقتي هل سيحقن الله مثلا أريد أن أكون الأول في دراستي أعلم أن الله قادر أن يجعلني لكن أصبح لست متأكدا هل سأكون الأول أم لا هل بعد التوكل و ثقتي بالله يجوز أن أقول حالفا والله سيعطين الله أمر كذا في بالي و منفرق بين الدعاء بثقة أن الله سيعطينه بين التوكل يعني التوكل و حسن الظن بالله تبارك وتعالى مطلوب طبعا لا بد منه لكن أيضا التوكل لا بد أن يكون معه العمل حتى لا يكون تواكلا فإنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى و يبذل الأسباب ولكن قد يكون غيرك مشتهدا أكثر منك وهيضا متوكل خاصة إذا كنتم تتنافسان على شيء واحد يعني أن يطلع الأول مثلا غيرك أيضا متوكل أحسن من توكلك أو متوكل و بذل الأسباب أحسن من بدلك الأسباب فيكون هو الأول فالقصد أن التوكل على الله و إحسان و تظن به هذا أمر مطلوب لكن ماذا يختار الله لك هذا شأنه سبحانه و تعالى ولكن ثق أن الله تبارك لا يختار لك إلا الخير سبحانه و تعالى إذا قصدته جل وعلا و انطرحت بين يديه و توكلت عليه توكلا تاما لأن التوكل هو الاعتماد الكل على الله في جلب من فعه و دفع مضرة اعتماد القلب زين اعتماد الكل على الله في جلب من فعه و دفع مضرة مع بدلي الأسباب و أما أن الإنسان يقسم على الله ما في مانع أن يقسم على الله تبارك و تعالى إذا كان يشعر بقوة إيماني و كذا كان البراء بن مالك يقسم على الله تبارك و تعالى أقسم على الله أن ينصرنا اللهم أن يقسم عليك أن تنصرنا أو كلا مانع الإنسان يقسم على الله تبارك و تعالى يقول هل القرين يؤذي الإنسان نعم قلنا الآن له أصحابه يدعونه إلى الهدى يأتينا نعم يغويه وحاول أن يغويه وحاول أن يضله نعم هل أجر سماع القرآن مثل أجر قراءة القرآن يقول سمعت الشيخ أبناء زنباز يقول ذلك وأنا فرح به قراءة القرآن سماع القرآن النظر في القرآن دراسة القرآن كله خير كله خير والأجر يختلف باختلاف ما يقع في قلبك من التأثر فكلما انتفع قلبك أكثر كلما كان أنفع في واحد يقول لما أقرأ القرآن أسرح لكن لما أسمع فعلا أشعر بقوة الإيمان هذا أنفع له السماع واحد الثاني يقول لا لما أدرس معايا القرآن أنتفع أكثر هذا أنفع له وهكذا فالناس يتفاوتون في هذا يوجد بعض الناس من يقول لا يوجد دليل صريح بالقرآن على تحريم الخمر لا يوجد دليل صريح وأجمع عليه أهل العلم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم يا أيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان ليقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله هل أنتم منتهون شو كل هذا المصريح إليه بكلمة حرام هكذا لا لا توجد كلمة حرام هكذا لا توجد في القرآن الكريم لكن مسألة هذه مجمع عليها يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وبائعها ومشتريها وبائعها كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله وحرام نصوص صريحة جدا في الكتاب والسنة على تحريم الخمر ونص أهل العلم أن من قال إن الخمر حلال لأنه كافر لأنه منكر شيء معلوم بالدين بالضرورة أجمعت الأمة على تحريم الخمر ما عدا الآن بعض الجهلة وأصحاب الهواء الآن يقول لا ما في كلمة حرام في الخمر في القرآن الكريم يعني ولازم لذلك بعض أهلهم يقول اجتنبوا أشد من كلمة حرام لأن حتى ابتعد يعني وليس لا تشرب والعياذ بالله نعم هل يجوز أن يتزوج الرجل من بنت تشترط أن تكون العصمة بيدها يعني ما في شيء اسم العصمة بيدها لكن يقول تشترط أن تطلق نفسها ما تطلق زوجها وأنها تطلق نفسها يعني مثل الوكالة يعني الآن مثل الزوج الآن يجعل وكيلا غيره مولة زوجة يعني صاحبة مثلا أخاه يقول وكلتك في تزويجي أو وكلتك في تطليقي لمرأتي جائز هذا فيقول أهل ما الفرق وكل شخصا أو وكل رجلا أو وكل مرأة وكل أخت قال أوكلك في تطليق مرأتي فيوكلها في هذا يجوز توكيلها فهنا نفس الشيء يجوز توكيل المرأة الزوجة نفسها أن تطلق نفسها له ذلك بس لا يوافق رحل تقول له أتزوجك بس تجعل طلاقي بيدي أنا أقول له يشوف غيرها إن شاء الله ما معنى البركة أن هذا الشيء بركة وأن هناك أشخاص مباركون وهل إذا تقربت ظهر إلى الله أكثر وأكثر الله يجعل فيني البركة البركة الله هو الذي يجعلها سبحانه وتعالى وإذاك جعل يعني أناس المباركين وهم الأنبياء صلات لرب وسعه وجعلني مباركا أينما كنت البركة في أحيانا تكون في الأوقات مثل آخر الليل مثل يوم عرفة مثل أيام العشر عند الحجة مثل ليالي رمضان يجعل البركة أحيانا في الأماكن مثلا مثل الحرم الجور فيه تضاعف هذا بركة المساجد الصلاة في المسجد عن 27 صلاة في البيت بركة بركة المكان هناك بركة في الأطعمة كزيتون شجرة الزيتون شجرة مباركة العسل مبارك أحيانا بالحجار حجر الأسود مبارك مثلا قد تكون في الأشخاص الله يجعل بركة فيه شخص وينما يحل يأتي الخير والناس تقدم على الطاعة وكذا ممكن طاهم كيف أوفق بين الثقة بالنفس والتوكل على الله من التوكل على الله أن تثق بنفسك من التوكل على الله أن تثق بنفسك أن تثق أن الله تتوكل على الله أنك تستطيع أن تفعل هذا الأمر بتوفيق الله لك سبحانه وتعالى لوحظة في الآمن الأخيرة زيادة الهتان بعيد الميلاد مثل شراء الكيك وتوزيعه والتبريك والتهنئة والله أنا قلتها أكثر مرة أنا أقول يعني عيد الميلاد هذا ما يسمونه عيد الميلاد هذا طبعا لا شك أنه لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا غلط هذا الأمر ولا يجود وبالنسبة للكبار يعني بالعكسة أنا أتصور يعني سأقول لأ بدال عيد ميلاد يوم حزن لأن كل يوم قاعد نكبر قاعد نقرب للقبر يعني أنا الآن قريب من الستين معناته بدأت بالعدة التنازلي الآن كلما ذهب يوم نقص من عمري الآن خلال بدأت بالعدة التنازلي لأعمار أمتي بين الستين والسبعين فالمفروض الإنسان كلما زاد سنة يقول عظم الله أجرك أس الله يعينك يلا شد حيلك يلا باجي لأيام عد اقترب من الله أكثر ابتعد عن المعاصي ما يفرحون فيه يعني أنه بلغ هذا العمر لاكس حزن مفروض حزن مناحة المفروض يعني في الإنسان إذا تجاوزها عمره معينا هل يصح الترديد مع الإقامة أو فقط خلف الأذان الإقامة تسمى أذانا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذانين قالوا الأذان والإقامة الأذان والإقامة فنعم يردد خلف الإقامة وبعض أهل قال لا يردد لأنها سريعة فيها حدر ولم يأتي نص في الترديد خلفها الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالي ردت طيب ما ردت ما عليك شيء إن شاء الله تعالي أنا أقرأ القرآن ولا أفهم معانيه وأجاهل نفسي في التدبر وأحيانا يصعب علي هل لي أجر قراءة القرآن في كل حرف حسنة نعم نعم إن شاء الله تعالى فضل الله عظيم ما جراء من أكل حقوق الناس أو جزاء الظاهر قصده من أكل حقوق الناس لا تضيع حقوق الناس لا تضيع عند الله تبارك وتعالى أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضك أنكم ألحن بحجتهم يا أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها هذا إذا حكم فيها القاضي بشهود زور أو معلومات ناقصة أو كذا أو القاضي مجرم هذا جمرة من النار فكيف إذا كان بدون حكم قضاء بالظلم أو تسلط بالقوة وكذا كلا حرام قطع أعرف شخصا له علاقة مع بنات ولا يقبل النصيحة أرجو أن كلمة تنصح فيها الشباب والله يعني هذه الأشياء يعني سأل الرجال أو النساء يعني هذه العلاقات المحرمة التي تكون بينهم سأل تزوج خلص خلص أمرك تزوج أقبل على تزوج أصحن على هذا دائما منك ما تقدر تصبر عن النساء وكذلك تزوج والمرأة كذلك تزوج وخلاص انتهى الأمر وهذه النصيحة للأباء والأمات تزوجوا أولادكم إذا طالبوا الزواج ذكورا كانوا يناثا أو رأيتم فيهم يعني البلوغ والحرص على الزواج أو شيء زوجوهم الزواج الآن الآن صار ما يتزوجون إلا عقل 25 وصبيان يوصل 27-30 يعتمد على نفسك يشتغل جمع فلوس مصحيح الكلام متى ما طالب الشاب بالزواج زوجوه إذا كان هناك قدرة والله المستعان ما عورت الرجل عند النساء تعورتي عند الرجال من السرتي إلى الركبة ما أكثر عمل يحبه الله أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى توحيد الله جل وعلا هذا أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وقد اختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم نسئل عن أحب العمل قال جاد مرة قال جاد مرة قال بر الوالدين مرة قال الصلاة على وقتها نعم شخص يجاهد نفسه ويصلي الفجر وهو نعسان وفي بعض أجزاء صات لا يعلم ما يقول هل تصح صلاته نعم تصح الصلاة لكن الأجر شكثر هذا الحتي والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى لكن الأجر ينقص كلما ضعف الخشوع ضعف الأجر ألا الأجر ذلك هذا ينصح بأن ينام مبكرا أن ينام مبكرا ليحصل هذا الخشوع الخشوع الوقت يجري بسرعة هل هذا من علامات الساعة نعم تسارع الأيام هذا من علامات الساعة تسارع الزمان نعم ما معنى استهوته الشياطين في الآية قلناها هل عذاب القبر واقع إلى يوم الحساب أو لفترة معينة وهل هذا العذاب في القبر نفسه أو في البرزخ يا جماعة الخير هذه أمور غيبية الأذان هذه أمور غيبية فالإنسان لا يخوض في الغيب مهم أنك تؤمن أن هناك حياة برزخية حياة في القبر فيها نعيم فيها علمهم استعد لها خل عنك بعرف تفاصيلها ما عرف تفاصيلها ما رح تصل إلى نتيجة خاصة فيما لم يأتي به نص فدعها من وقتها توفيت ابنتها ولم تصبر تقول لماذا أنا يا رب لماذا أنا وهل تصح قصة المرأة التي ألقت أولادها بالزيت وصبرت أو ألقيها يمكن أولادها بالزيت وصبرت نعم هذه لما تقول لماذا أنا يا رب هذا ما في إيمان بالقضاء والقدر والعياذ بالله وعدم الرضا بقضاء الله وقدره هذا كفر والعياذ بالله اعتراض على الله تبارك وتعالى هذا كفر فإنسان ينتبه لهذا الأمر والأصل إنسان يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أما ألقي أولادها بالزيت صبرت نعم يمكن هذا إذا يقصد أبناء ماشطة بنت فرعون نعم ألقي أولادها بالزيت وقصة أصحاب الأخدود واضحة جدا يلقونهم شخصا شخصا نعم لأن يطعن في رأسه بمخيط من حي الخير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له ما معنى الحديث الحديث فيه كلام في ثبوته يعني هل صح أو لم يصح إن هل ثابت هذا الحديث أو غير ثابت فيه كلام إليه للعلم والأظهر الله عنه لا يثبت لكن على كل حال معناه أن هذا الألم الذي يأتيه من ضرب المخيط اللي هو الحديدة المسمار القوي يعني تربط فيه بيوت الشعر يخيط فيه بيوت الشعر المسمار لو ضرع بيده أهوى عند الله يعني أهوى عند العذاب الآخرة فيما لو مست يده يد امرأة لا تحل له نعم يقول لدي خبرة في الغنم وأذهب إلى السوق كثيرا أشاهدوا من يغش ويخدع المشتري وأتدخل أحيانا فيها العملاء صح نعم هذا من النصح للمسلمين هذا من النصح سأن ينصح للمسلمين في بيعهم وشرائهم ما فيه بالعكس حق واجب عليك هذا الأمر ما الضابط في جمع الصلاة للمريض يجمع جمع التقديم أو جمع التأخير إذا كان يتعب من أداء كل صلاة في وقتها فلهن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الأولى ووقت ثاني ظهر وعصر جمع التقديم أو جمع التأخير والمغرب والعشاء كذاك جمع التقديم أو جمع التأخير بدون قصر القصر خاص بالسفر لكن الجمع يجوز للمريض هل هناك طاعة تقول من وقع في الكفر لا يقع الكفر عليه مو من وقع في الكفر لا يقع الكفر يقول لا يلزم لا يلزم أن من وقع في الكفر أن يقع الكفر عليه ممكن الإنسان أحيان يفعل الكفر مكره إلا من أكره وقلبه مطمئنن بالإمامة لا يكون كافرا وقع في الكفر لكن ليس بكافر نقول هذا الفعل كفر سجد لغير الله نقول لماذا سجدت للصنم كان يذبحوني أعطين سلاح نقول فعل كفر لكن أنت ليس بكافر لأنك مكره على هذا الأمر واحد جاهل أيضا عذر أي عذر لأن يقع في الكفر فنقول ليس بكافر والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد أعلم الله خير